السلام عليكم. امتى الواحد يقدم اسألته من الوظيفة اللي هو فيها? ويدور على مكان تاني. او يدور نهوي يستقيل ويفتح حاجة خاصة به. انا شايف ان اما حاجة لو شغلك بيأثر على حاجة الشخصية. تمام? اه لان لازم يكون فيه توازن. فلو الشغل بتاعك قاعد عشرين ساعة مفيش حاجة شخصية. اه الشغل اللي بيتطلب منك بيقول انت هتشغل تمن ساعات بس في تمن ساعات ايه? اه اضافي كده بدون مقابل او حتى لو بمقابل بس ما بقيتش في حياة ما بقيتش قابل حد ما بقيتش تفكر في حاجة الكل اللي انت كنت بتعمله قبل كده وقفته فده ساعاته تبدأ تفكر فيه. تمام? بس ما كنش يخلى اليوم اوامين. لا. لو لديت الموضوع بدأ يضغى عليك وبدأ مفيش حاجة شخصية لفترة طويلة. خلاص. فكر في ان انت تستقيل. اه لو انت بتكره الشغل لنا ديت. ممكن يكون الشغل لنا ممتازج جدا. بس انت بش وطوفك معها. تمام? يعني كنت مقدم على الحاجة في الاي تي. وروحت الشركة وقال لي طب احنا اه انت هتشغل في مكان فيه العاب فانت هتبقى مسؤول ان انت تتعرف كل اللعبة وتلعبها. واتبقى مسؤولة عن الاجهزة كلها. بس شرط اساسي ان انت سواء تلعب طول اليوم. تمام? اه زي اجهزة كتيرة كده بيسموها نادي نادي انترنت. بس كل الناس بتلعب جيمزة. مفيش حد بيخش يعمل ابحاث في كده. فانا ما محبش الاغراج في الالعاب. يعني ممكن ساعة في الاسبوع على حاجة. فلا شكرا انا يعني دي بالشواء دي تموحي او بالشواء ده الحاجة اللي انا عايزة. تمام? فانت شوف هل الوظيفة اللي انت فيها دي انت بتحبها? ممكن تكون حاجة اقدارية انت بتحبش حاجة اقدارية. انت بتحب تشغل بايديك. فانت تشوف هل الشغلات دي انت بتحبها ولا? لو انت شغل في الشركة ومفيش حد ويبيتطنش. ما بحادش بيخب افكارك. ما فيش حد بيسمعك انت عايز تحضر الاجتماعات وهم رفلين تماما. وما فيش حد من الشغالين بالمعاشر سنين بيحضر الاجتماعات غير فلان او فلان. ممكن ساعتها دورة على مكان تكون في استغلال مهارتك. لو انت بش سعيد ومرهق وفي ارهق جامد في الشغل ومؤثر على حياتك. اه ممكن تستكيل. اه لو الشغل ده بيأثر على صحتك تمام? ايا كان. ممكن تكون مسلا تشغل على مكرة معينة. فيها حاجة مضرة او مسلا انتشغل في غاز النسيج بيدر سدر. تمام? ممكن تقدم اسألتك. اه لو انت حاسس بان فيه تغير للمهام او في حاجات عامية تتضاف عليك والمرطة بتاعك ما بيستش فيه تقصير ما فيش تقدير. اه بش متحمس انت للشغلانة. اه ممكن اتقدم السألة بتاعتك. لو انت حاس ان ما فيش فرصة للتراكي. تمام? او انت مش ما فيش فرصة ان انت تطلع فوق. تمام? يعني كنت شغال في الشركة. يعني بمز بشيالست والمدير اللي هو بمانيجر. كان هو بيقول له ان هو تعلم من حاجات بتاعتي الادارة وهو مسافات جتري جدا ولما جاي يمشي. قال انا شاف ان فلان هو اللي ممكن يمسك بدالي وهو انسب حد للشغلات ديات. بس هم قال لا احنا لما بنعيش حد من جوا الشركة. لازم يجب حد من بره. ما كانوا جابوا من بره. وقالوا لا احنا مش عايزين حد من جوا الشركة للوظافة الادارية. لانا ممكن يكون ليه علاقة بالناس فلان امرر تبقى شخصية فمش عايزين. فانا لقيت ان انا مش هتراق ابدا. تمام? فارحت على طول ما قدم اسألت ودورت على الشغلات تانية يكون فيها فرصة للتراكي. الحمد لله انقلت على بين ما شعرته. تمام? لو انت في حد اهنك او في حد بتحرش بك او في حد عمل اي مشكلة. ولقيت ان مفيش حد اه اا اعمل وقفة جاندة وجاب لك حقك او انت مش حرف تجيب حقك قلاص. اه السغير مش شركة وسمك. اه لو الشركة اللي انت فيها بيغرأ. يعني ايه بتغرأ يعني مين caregivers امور ادارية الشركة دي خلاص يعني هتخسر كتير جدا فانت ممكن تفكر في موضوع الاستقار ديت اا لو حسيت ان ما فيش متساقر لان انت الواحد لما يكون متساقر بيعرف يعمل اداء كويس لو انت الناس اللي معاك فيه مشاكل كتير بينك وبتضربه بعض ومشاكل وبتحس كل شوية ناس تدخل المدير تشكيك او انت بشواسك في المدير او في مشاكل شخصية اا يعني انت مثلا شغال شغال كويس المرتب بتاخر بنستحمل شوية انما لما تبقى قاعد مع ناس وحس الناس دي في غيرة وفي حجد وفي كذا مشتعرف تعمل شغل كويس انت عايز تعمل شغل كويس فممكن تدور على مكان تاني مدام الناس اللي موجودة في المكان اللي انت فيه مش قادر التغير لو انت كل الاسفادة من الشغل بتاعك هو المرتب بس ما فيش اسفادة اا علمية ما بتستفدش بعلمات كتيرة خلاص ووقفت يعني انت لما تبقى شغال في شركة اا خمس ست سدين اول ست شور استفدت منهم والباقي نفس المعلومات بتكرر نفس المعلومات بتكرر فانت بش حس انت بتستفيد فبتدور على تحدي بدور على شغلة تانية بدور على الحاجة بتعلم منها بدور على حاجة تكون مناسبة لك اتمنى الناس تستقرروا في شغلها ما بقولش ان كل واحد لازم بيستقيل ويتنقل وكذا وكذا لا الواحد بيحاول بيستقر بس ما بتبقاش مستقر في منطقة رجدة ما بتستفدش منها حق خالص ومتعلمش منها وقاعد مداي وقاعد مخنوق عليك حياتك لازم بيبقى فيها باهجة لازم بيبقى فيها تحدي لازم بيبقى فيها تعلم لازم بيبقى فيها فرح لازم تساعد الاخرين يعني حاولت تخليها ممتازة اشتركوا في القناة